وشنت قوات الأسد قصفاً مدفعياً وجوياً عنيفاً على حلب الشرقية وعلى مناطق أخرى ما أدى إلى سقوط جرحة وأضرار في المباني والممتلكات يأتي ذلك فيما قال مسشار الأمم المتحدة الشؤون الإنسانية يان إغلاند إن المعارضة السورية وفقت على خطة المنظمة الدولية لتوصيل المساعدات وعمليات الإجلاء لأسباب طبية في انتظار الضوء الأخضر من روسيا والأسد لا يزال عدد الضحايا في ارتفاع بمدينة حلب السورية وأحيائها 27 قتيلاً سقطوا الخميس غالبيته من النساء والأطفال نتيجة إلقاء النظام للبراميل المتفجر المحتوي على غاز الكلوريسام القصف الجوي سهدف أحياء المشهد والصلاح الدين والحيدارية والصخور ما دال توقف شبه كامل لخدمات الدفاع المدني في حلب وتحطم عدد كبير من معداته وألياته ناشطونها طلبوا بتدخل العاجل لإنقاذ المدنيين هناك وتوفير الخدمات العلاجية الضرورية بعد أن توقفت كل المستشفيات عن العمل بدورها حذرت منظمة أنقذ الأطفال غير الحكومية من ازدياد عدد الضحايا من الأطفال في حلب في ذل استمرار القصف الذي يستهدف المستشفيات والمدارس الشرقية المدينة وطلبت المنظمة المجتمع الدولي بالتدخل للوقف الفوري غير المشروط للهجمات من جانبه قال الصليب الأحمر أن خلاف القوى الكبرى بشان الأزمة السورية يشكل عائقا أمام العمل الإنساني هناك مشيرا إلى أن استمرار الصراع في سوريا ستكون له عواقب وخيمة وضع متأزم طالب على إثره ممثلون لأهالي أحيا حلب الشرقية المحاصرة بفتح ممر إنساني منزوع السلاح للمناطق التي يسيطر عليها الثوار وبإشراف أممي حصرا وقال الأهالي إن الفصائل المسلحة وفقت على فتح الممر وإدخال معونات إلى أن النظام والروسيا يعترضان يأتي ذلك فيما تستمر التنددات الدولية لما يحدث في حلب من قتل ومجازر بحق أهلها مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل اتهمت نظام الأسد بتعامد قصف المستشفيات والمرافق الطبية بحلب وقالت إن هذه الجرائم تستوجب الملاحقة لدى القضاء الدولي أتصريحة الألمانية ترافقت مع جهود فرنسية لعقد اجتماع قريب للدول الدعمة للمعارضة السورية في مواصلة منها لحشد الدعم من أجل الوصول إلى فرض مجلس الأمن عقوبات على نظام الأسد بسبب استخدامها أسلحة كيميائية حول الموضوع مباشرة عبر سكارب ينضمن لنا من غازي عينتاب أسامة تلجو رئيس المجلس المحلين محافظة حلب أهلا بك معنا أستاذ أسامة إذن مطالب أهالي أحياء حلب الشرقية المحاصرة تتمثل بفتح ممر إنساني منزوع السلاحة هل يمكن أن تتبق هذه المطالب؟ يعني هل هناك إمكانية فعلا بفتح هذه الممرات الآن في الوقت الحالي؟ بداية تصحيحا رئيس مجلس مدينة حلب السابق نعم تحية لك رئيس مجلس مدينة حلب السابق نعم تفضل شكرا لك تحية لك وللمشاهدين والإخواتين في حلب وفي كل المناطق المحاصرة وفي كل سوريا عموما الحقيقة هذه الممرات التي يتم المطالبة بها هي من الحقوق المشروعة نحن الآن نعيش في عصر المؤسسات مؤسسات الإنسانية الضخمة العابرة للقارات المؤسسات المعنية بالإنسان في كل أنحاء العالم حتى بالحيطان في المحيطات فهذه المؤسسات عليها واجب ولديها قوانين نحن نطالب بتفعيل وتطبيق هذه القوانين لا أكثر نحن الآن في عصر العولمة ونقول أن العالم كله يعيش في غرفة واحدة إذا كانت هذه الغرفة مليئة بكل هذه الجرائم ولا يمكن إيقافها فهناك مشكلة كبيرة في هذا العالم الحديث نحن لا نطالب بصرحة إنسانية من مدينة حلب إلا بتجنيب المدنيين وإيقاف استخدام الأسلحة المحرمة دوليا وبممرات إنسانية تحقق أقل وأبسط متطلبات العيش لهؤلاء السكان ممرات تؤمن لهم حرية التنقل من وإلى مدينة حلب وليس باتجنيب واحد خارج مدينة حلب لإخلاء السكان ممرات تؤمن لهم أقل متطلبات العيش من المواد الغذائية والدوائية لا كما هو الحال في باقي المناطق المحاصرة التي عندما يقوم بها النظام بالسماع بإدخال المواد والمساعدات يقوم بسرقة معظم هذه المواد كما يقوم بمنع وعلى مرأة ومسمع من كل العالم بمنع المواد الدوائية طيب سيد أسامة مثلا في هذا الصدد سيد أسامة إذا سمحت لي هل معارضة المسلحة الآن على الأرض هل أبدت أي استعداد من قبلها لوقف القتال في سبيل مساعدة المدنيين في سبيل فتح هذه الممرات الإنسانية الفصائل المسلحة وكذلك الأمر المجالس المدنية المعنية بشؤون المواطنين ومنذ أكثر من شهر ونصف أبدت موافقتها واستعدادها لفتح ممرات آمنة منزوعة السلاح خالية من النظام ومن الجيش الحر فقط الهدف منها أن تؤمن طريق آمن للسكان المدنيين وكان الشرط فقط أن تكون بإشراف الأمم المتحدة أن لا يكون فيها وجود للنظام وأن لا تكون بإشراف روسيا لأن روسيا هي شريكة في القتل يعني لا يمكن ولا يتصور أن تكون طائرات روسية تقدم الموت للسكان وتفتح لهم ممرات آمنة وإن ممرات الهدف منها إخراج المدنيين وتفريغ المدنيين كما هو الحال في باقي المناطق المحاصرة إذا سمحتني لكي نلقي الضوء على نقطة أخيرة قبل أن يدهمنا الوقت الوضع الإنساني في حلب هو متأزم هذا واضح يعني بحسب الأنبأ التي تصلنا من الداخل بشكل متواصل يوم بعد يوم يزداد تأزما يعني فصل الشتاء الآن قادم البرد القارس قادم على الأبواب لو تنقل لنا حجم المعاناة بالتحديد ماذا يوجد لدى الأهالي؟ ماذا يحتاجون بشكل عاجل؟ بماذا تطالبون المجتمع الدولي؟ الحقيقة يعني أنا أمضيت الثلاث سنوات الماضية في حلب ولم تكن محاصرة وكانت المعاناة شديدة جدا وقاسية الناس يعيشون عيشة أهل الكهوب في زمن الحضارة والتمدن ليس هناك ماء ولا كهرباء ولا أدنى متطلبات العيش حتى المواد الإغاسية التي تدخل للسكان عندما كانت الطرق مفتوحة لم تكن كافية لكل السكان كان يتم التنقل بها من حي إلى حي آخر وتعطى هذه العائلة شهر وتعطى العائلة شهر آخر الآن هناك شح كثير في المواد هناك مطحنتان فقط في مدينة حلب تم قصف إحدى المطاحن هناك مستودع للإغاسي تابع للأمم المتحدة تم قصفه في داخل مدينة حلب يعني الحقيقة هناك معاناة شديدة نتيجة فقد الأدوية وفقد المواد الزائية هناك يعني مرضى ومصابون تقطع أطرافهم أيديهم وأرجلهم فقط لأن هناك يعني عدم توفر للمواد الدوائية الكافية لعلاج هذه الأطراف شكرا لك أسامة تلج رئيس المجلس المحلي محافظة حلب سابقا كنت معنا عبر سكايف مباشرة من غازي عينتا شكرا للمشاهدة